برحلة الأمومة وصلنا للحظة الحاسمة اليوم عم نتحدث عن الولادة وتحديدا مراحل الولادة الطبيعية ومن ثم إذا تبقى من الوقت رح نتحدث إذا كان هناك موانع لحدوث الولادة بشكل طبيعي وتحويلها لقيصرية سعد صباحك دكتورة اللي رحقتين بهذه الرحلة المهمة دكتورة ريم أبو خلف استثارية النساء والتوليد والعقم دائماً ستتقرب من موضوع الولادة تكتر الأسئلة والهواجث والخوف أنه رح أروح أولادة طبيعية أو ما رح أروح فهيك خدينا برحلة لأهم المراحل لأنه حتى الولادة بحد ذاتها في عدة مراحل الأول إشيء إحنا المرة الماضية حكينا عن تعريف الولادة الطبيعية حكينا عن زيارة الطبيب وإنه المقسة لونها بكرية أو مخلفة قبل هيك رح تحط خطة علاجية مع دكتورة واتفقنا برضو على مرونة هاي الخطة أنه ممكن تمشي الأشياء التي نحن بتفعلها وممكن يعني يصير فيها تغييرات أخرى للمسار وشرحنا شو الأشياء كيف تتفوت بنفسية منيحة على الولادة بنفسية كويسة هلأ بدأت تعرف المراحل اللي بدأتمر فيها الولادة بتمر بثلاث مراحل المرحلة الأولى اللي هي مرحلة بنسميها المخاض الكامل أو المخاض البطيء أو الطلق البطيء أو الطور البطيء والطور النشط تمام هلأ الطور الأول اللي هو الطور البطيء هذا ممكن ياخذ مع الست من يعني يوم أو ساعات لأيام معاها وهي يتبلش يصير عندها شوية تقلصات مرات بتكون منتظمة مرات بتكون مش منتظمة بتزيد بتقل هاي التقلصات شو بتبلش تعمل بتبلش تعمل توسع في عنق الرحم وهذا التوسع بده رافقه يعني النعومة انه يصير عنق الرحم طري ويصير عنق الرحم رقيق عشان يقدر ينزل البيبي في هاي القناعة هلأ تمتد هاي المرحلة من صفر سانتي لتقريبا الأربعة أو الخمسة سانتي عشان هيك احنا على أربعة سانتي مرات على خمسة سانتي إذا عانق الرحم سميك مو ضروري يعني ندخل نولد مرات إذا الأمور لسه بدهوقت والراس عالي وعانق الرحم سميك يفضل دائما أنه هذا الطور تقضيه الست بالبيت يعني إذا هي قليلة الخطورة أمورها كويسة بيبيها منيح الوضع كله كويس هادي ممكن تستنى هذا بالبيت بعد طبعا استشارة الطبيب بعد مراحة تعملت تخطيط وألولها إنه أمورك كويسة والبيبي منيح وإحنا معانا وقت بدها هيك تبلش تتنفس هيك بهدوء تبلش مثلا تقعد على الطابة تعمل تمارين تقعد بمي دافية ممكن تأخذ شو بتكون شعري عشان تعرف إنه هلا هي بدايات المرحلة الأولى تقلصات شدات تقلصات تروح وتيجي مرات ما تكون كتير منطبرة ودعما إحنا بنقول للست وجع دم مي عادي روحي على المستشفى هاي المرحلة ممكن يرافقها شوية مخاط شوية دم اللي هو نزول السدادة من عنق الرحم تمام واللي بدنا نحكي إنه مرحلة الطور البطيء ممكن تقعد من ساعات لأيام عادي بس طول ما الأمور كويسة لازم نراقب حركة البيبي منيح وعلمات الخطورة خفت الحركة دم مي روح على المستشفى على طول بعدها بتبلش الست تدخل بإيش بتطور النشط هون بلش الجد هنا بعد الخمسة سانتي ستة سانتي بلش تقريبا تقريبا كل سانتي بده ساعة كل سانتي بده ساعة وفي هذا بالنسبة يعني لأغلب الستات وخاصة البكريات اللي مخلفي أكتر مرة ممكن تكون الأمور معها أسرع يعني من كل سانتي ساعة بس إحنا الوضع المعتاد عشان هيك الطور الثاني النشط ممكن ياخد له مثلا من ساعة ساعتين تلاتة لست ساعات تمن ساعات داني ونالة طبعية بده رواء بده صبر فيه ستات بلدتهم سريعة وميحة وساعة وفيه ستات بنا نختبر فيها الصبر والجلد النفسي والبدني فبناها طول تبلغوا هلا المرحلة الأولى بتنتهي لما يوصل عنق الرحم لعشرة سانتي لما يبلش خلاص عنق الرحم يختفي ويبعد ويبلش راس البيبي ينزل بقناة الولادة هلا إحنا لما وصلنا لعشرة سانتي برضو هاي المرحلة نسأت لمرحلة أولى هلا خلصنا لمرحلة الأولى هنوصل لعشرة سانتي عشان نبدأ فيها بالمرحلة الثانية اللي هي مرحلة ولادة البيبي هلا المرحلة الثانية هاي اللي هي الولادة بعد العشرة سانتي ممكن تاخد من دقايق وممكن تاخد لساعات وممكن توصل لأربع ساعات مع البكرية إذا المريضة يعني لسه بدها شوية وقت والعادة إحنا بطير بنطول بالنا لأنه كل ما كنا طويلين بال وخلينا الست تدفع بالوقت المناسب وعلمناها كيف تدفع كويس وتدير بالها كل ما إحنا حاولنا نعمل مساج وحاولنا نعمل ستريتشينج للمنطقة يعني نعمل لها هيك تليين من غير ما تتمزع الست وتدفع بالوقت المناسب معها المساج عشان نخفف من موضوع القص ومن موضوع الخياطة وهذا موضوع القص والخياطة حنتناقش فيه على موضوع يعني القص العجان هل هو الأحسن أو المش أحسن وتوسع المنطقة والتغيرات اللي بتصير بعدها بأي مرحلة دكتورة يعني لازم يكون فيه اختيار لموضوع تناول أو أخذ المسكينات تمام هلأ تطور النشط هتبلش الست لما قلت لك تحس بالجد هلأ هون هي اللي بتقيم وضعها تمام فيه ستات عندها قدرة على تحمل الألم ممكن تمشي معها الأمور بتمادين النفس وبالإنها تتحرك وتتمشى وتقعد في الطابق وقدام شوي بمستشفياتنا رح يصير فيه مي في غرف الولادة بتصير ممكن تقعد بالمي الدافئ ممكن تسكن عليها الألم ما قدرة تتحمل هاي الطريقة ممكن نتوجه لموضوع المسكينات الأفيونية يعني نحاول نقلل منهم أدبا نقدر ممكن يساعدوها إذا كانت حدا كويس بقدرة على تحمل الألم ثاني إشي هنحكي عن إبرة الظهر أو التخدير فوق الجافية هنحكي عنه المرة القادمة أنا بقول للستات ما حدا بتحمل الألم غيرك إنتي اللي بتولدي إنتي بتحمل الألم فإنتي استشيري دكتورتك التخدير فوق الجافية هو تخدير آمن وهنحكي عنه بعدين ممكن أنك تختاريه في الوقت المناسب ودائما أنا بحبي هذا الطور النشط الدعم النفسي يعني كل ما السيد كانت أمها مثلا حماتها زوجها الناس اللي بتحبهم معاها بغرفة الولادة ومجرد ما مسكوا إيديها دعولها خلوها تاخد نفس بساعدها بساعدها أن تتحمل الوجع بساعدها أن تكون قوية تكون منيحة هلأ إحنا وصلنا للعشرة سانتي بنا نبلش في المرحلة الثانية اللي هي مرحلة ولادة البيبي وزي ما قلنا ممكن تمتد لحد أربع ساعات بندفع برواء بناخد نفس يعني بنطول بالنا أد ما نقدر هلأ بالمراحل الأولى هدولة بتطور مثلا البطيء ولحد ما يخلص والطور النشيط مين اللي مفروض يكون قاعد جنب المريضة القابلة تمام؟ وبنحيي قابلاتنا الشطورات اللي هم يخط الدفاع الأول لطبيب النسائية دائما أنا بحكي القابلة الشاطرة هي القابلة اللي بتقدر تنادي الدكتور في الوقت المناسب توصله المعلومة المناسبة في الوقت المناسب تمام؟ فالقابلة بتظل حوالين المريضة جنب المريضة بنفحص فحص داخلي متكرر ممكن يكون كل ساعة كل ساعتين كل ثلاث ساعات عشان نعمل تقييم لأعماله بصير إذا ماشي الأمور بشكل كويس الراس بنزل بشكل منيح بعدين القابلة بتنادي الطبيب على التسعة سانتي أو العشرة سانتي يلا تعالوا بدنا نولد فبتبلش هنا مرحلة الولادة تمام؟ بيطلع البيبي في المرحلة الثانية للولادة وطبعا رح نحكي المرة الجاية عن الأشياء اللي ممكن تحول الولادة الطبيعية القصرية بالآخر إنه البيبي ينزل بوضعية مختلفة إنه يعلق مثلا راس البيبي في نقطة معينة ينازل غلط أمتار أو ديامتر أكبر بحنا نتناقش في هذا المرأة ولازم كمان نحكي لأنه بدنا نتناول موضوع المسكينات موضوع كمان كثرة المسكينات كثير بتأثر على نجاح الولادة الطبيعية هلا كثرة المسكينات بحسن قدرة الست تمام؟ ورح نحكي عن إبرة الظاهر هذه بتأثر على الدفع أو لا هلأ خلصنا المرحلة الثانية إحنا ولدنا أمورنا منيحة هلأ بيبينا بنا نحاول أدمن نقدر نحطه على سدر ماما فإذا حطنا هيك هاي اللحظات الأولى حلوة عشان يبلش هيك إدرار الحليب تبلش العلاقة الأولى بينها وبين البيبي رح نبلش نعمل هيك مساجد الحبل السري عشان رجع للبيبي دم أكتر يعني بطريقة هيك معقولة ومتوسطة وبعدها نطلع المشيمة اللي هو وصلنا فيه للمرحلة الثالثة في الولادة اللي هي خروج المشيمة وبرضو خروج المشيمة قد يستغرق من دقائق مرات لتلاتين دقيقة عبل ما تطلع وفيه أدوية مفروض نعطيها للست على طول أول ما يطلع البيبي هي أدوية قابضة للرحم عشان نقلل نسب حدوث نزف ما بعد الولادة نعم ضايل أقل من دقيقة دكتورة شو أهم نصيحة بهذه المرحلة خلصنا ثلاث مراحل للولادة أهم نصيحة بهذه المرحلة إنه إحنا فوت على الولادة بنفسية منيحة إحراف إنه الولادة ممكن تكون سريعة ممكن تكون سهلة 95% من التجارب بعد إرادة رب العالمي مفروض أنها تكون تجارب ناجحة وتجارب كويسة ما نتطلع على 2-3-5% اللي بعيد الشر صار عندهم مضاعفات في الطب إلا يصير إشي إلا يصير مضاعفات ممكن يصير عنا لسمح الله نزيف ممكن يصير عنا تأخر ممكن ولادة طبيعية تحول قيسرية ما بنا ننظر لهذا الشيء ننظر الأشياء الإيجابية فوت على الولادة وأنت مستبشرة ما تسمعي تجارب من الآخرين تمام وفوت هيك بتجربتك الخاصة وتوكل عرب العالمين إن شاء الله الله بيسر ولادات كل مرضاتنا ودائما سهلا سهلا إن شاء الله آمين آمين يا رب شكرا كثير إلك دكتورة وإن شاء الله المرة الجائزة